هو البغريز عندي واحد طريقة تصدق سمية سمية ناجحة اه بالفعل انا كين كتير من السيداس مكتتسقبش لهم البغريز اه ومين سمي غنعطيها ومكيتش دليش الخط لليوم احنا غناخذو البغريز امم احضك عندي تلسل الكيسان سمية دقيقة امم سمية دقيقة واحد كاز فورس واحد كاز ديل ياغورت طبيعي واحد مع القة صغيرة ديل خميرة الحلوة امم ومع القة صغيرة ديل خميرة العجيمة امم وشوية الملح الملح لحسب الضوك امم ونجروا كل شي تخلص كهربائي ونضربوهم مزيان حتي يطلع دوك الفقاعة جبانة اممم ونخليه يخمر تقريبا شربو ع ساعة ونطيبوه اكي يخمر عباء ساعة اه تقريبا كيجيز بين هوسر دياله ولياغورت طبيعي نعم اه صراحة البغريز العادي ما كنعملوش فيه الياغور اه اه امم وصور دياله ولياغورت طيبوه وكيجيزوين بزافليك لا عندي كي عجبوت يقول يعطيني الطرافة اذاه هيند اردي بالك رأى المستمعات ديانا تمرك الله الليوم رحد قات ليكي يكربو عنا ف صفحات دينا في فيسبوك إنه رغي يجربوه إلا مصدقش رايكس بلكم مصدقش لا 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 مشاء الله يصدق أنا جربتوني هو جربوه في العائلة يصدق والله إحنا الفقرة أصلا شيوات مجربة ولديدها مع كل المستمعين إلا وكاسعطيونا نصفات لي انتم مصبق ليكم وجربتوها وبواتيوشاركوها مع أخواتياتكم ومستمعات هذا الشيء أنا مجربوها ديما أنا ضمانتي مشاء الله إذا ناخدوا للشم آها هذه طريقة سيهلة دي الحم كناخدوا بنسبالي أنا كندير كيلو ديال الحم تنقطعوا طراف أش من نوع من الحم ومن يجيها في ني كان أنا أكثر يسا ناخد الملج ولكن رحل سبعتاني الدوق ديال كله واحد وكندير فيه نص مع القصغيرة ديال القرفة وكندير فيه مع القصغيرة ديال السودانية وشوية الملح وكندير كفت الماء وكنفد عليه في الكوكوت وكندير عافيا مهيلة باش ما يتحرقش صافة ومن يسا نحطوه كيجي بحل الحم المشويلي تتقدم في العراس وكندير كوكوت شحال ديال الوقت تقريبا تقريبا شنصاها هاتا كاركا نمهل عافيا مزيان حيط لما قدير باش ما يتحرق لياش للحم مزيان هذه ما كين مسهل منا سهلة بزاف وكيجي لير كيجي لك يكلو ما تعرفش باش طيض كيجي معلك وحمر ماكتديري فيه لا زيت لوالو لا لا حيط الحم تتلق الزيت ديالو تتحطناش فيه تتحطناش فيه مشكورة هنو دا متضربة دا لا دوسك